موسيقى يعني عن العلاقات المؤذية العلاقات اللي بتتعبنا في حياتنا وفي نفس الوقت ما بنقدرش نستغنى عنها تلاقي متجوزة ومش مبسوطة وتعيسة وبتتعالج نفسيا وفي نفس الوقت تسيبه وترجع له تسيبه وترجع له وكل الناس اللي حواليهم الناس اللي عايش في علاقات مؤذية دي كل الناس اللي حواليها بتنفر منها وبتبعد عنها وخلص زهقوا من كتر الشكوى زهق ان الموضوع هو هو طب انت بتشتكي ليه طب ما انت عارفة من البداية انه هو شخص متعب ومؤذي وسام بس بتبقى فيه كده حلقة ربط سامة يعني انا بحبه وبيأزيني وبيموتني بس مش قادر اسيبه وكل ما سيبه ارجع له نفس الحكاية بالله رجالة كتير جدا عايشينها علاقات مؤذية وطاقسك وفي نفس الوقت يقول لك ايه ما انا ما بسيبها برجع لها ما انا بحبها انا مش عارفة هي عاملالي ايه هي عاملالي سحر انا كل ما بقرر وعقلي يشتغل شوية ان انا اسيب العلاقة دي برجع لها تاني هي في الاخر هي علاقة مؤذية لان عايز اقول على حاجة العلاقات في حياتنا ليه ليه انا بارتبط في حياتي بني ادم اكيد ببقى مستنية ان انا احب واتحب يعني ادي واخد يعني ادي عطاء وحب ومشاعر وفي نفس الوقت اخد برضو عطاء ومشاعر وحسيس حلوة لازم اي اتنين مرتبطين يكون في حياتهم اهتمام متبادل مشاعر متبادلة يعني انا اهتم بيك فببقى منتظرة ان انت كمان تهتم بي انا بسأل عليكم وانت رقم واحد في حياتي وانت كمان لازم تحسسني ان انا رقم واحد في حياتك يعني ما ينفعش تبقى انت بطل الرواية وانا حطاككم برس في روايتي او في حددتي او في حياتي لازم العلاقات اللي احنا بنعيشها دي يكون علاقات صحية بتأثر علينا بالإيجاب طول الوقت ما ينفعش نكون قاعدين نايمين شاربين في علاقة بتأذينا وبتستنفز طاقتنا ومشاعرنا ما ينفعش قدي قدي طول الوقت واللي قدامي بياخد بس بياخد بس طول الوقت ما ينفعش يكون في الآخر الضحية والمجن عليها وجعاية واشتكي تلعت مسميات كتيرة او في السنين اللي فاتت ويمكن معظمها الشخصية التوكسك الشخصية التوكسك اللي هي الشخصية السامة المؤزية اللي أنا طول الوقت الشخصية دي طول الوقت بيستنفز طقتي بيستنفز صحتي النفسية بيستنفز فلوسي بيستنفذ اهتمامي بيستنفذ شغلي يعني ممكن نسيب الدنيا كلها وشغلي وكله وبقعد متفرغاله فهو بيستنفذ طقتي كلها دي علاقة مؤزية لو أنا ما لقيتش التأدير والمقابل النفسي مش بس المادي أو المعنى النفسي أكيد أنا في علاقة مؤزية طيب من البداية كده أعرف إزاي أن أنا في علاقة مؤزية بتأزيني وبتأزي حياتي وبتأزي صحاتي النفسية وإزاي أقدر أخرج منها ويمكن ده الأهم والأهم إزاي أقدر أخرج من العلاقة دي بأمان بسلام فالخروج من علاقة سامة اوعى تفتكروه هين لا بيبقى فيه تعلق شديد وبيبقى فيه تعلق مرضي وبيبقى فيه يعني زي بالضبط الطفلة اللي متعلق بمه موضوع صعب إننا نقطع الحبل السري ده بين اتنين بيحبوا بعض وحد فيهم بيأزي التاني ده موضوع صعب إزاي أخرج من العلاقة المؤزية دي ده موضوع حلقتنا النهاردة وإزاي نعيش حياتنا بصحة نفسية كويسة وإزاي يختار شريك الحياة ما يبقاش مؤزي وما يبقاش توكسيك هيكون معانا دقايق بالضبط في الستوديو الدكتور أمجد جبر استشاري طب النفسي هنطلع فاصل ونرجع نستقبل دفنة خليكم معانا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم حلقتنا براحب ديفي الموجود معايا في الستوديو الدكتور أمجد جبر استشاري طب النفسي أهلا بيك دكتور النهاردة بنيتكلم على العلاقات المؤزية وما أكثرهم حوالينا ويمكن كمان السوشيال ميديا بينتهم أكتر أنا دلوقتي في علاقة بتأزيني أعرف إزاي أن أنا مرتبطة بشخص مؤزي طيب هي البداية إيه الدافع اللي أنا لك خلينا استمر في علاقة أنا حاسي أن هي مؤزية أو علاقة غير صحية بالنسبة لي بحبه طيب فشوفي بقى تدفع الدقيه عشان تحبي وتتحبي تدفع الدقيه أدفع الدقيه ده سؤال صعب يعني إيه يعني الحب الحاجة للحب دي حاجة أساسية أو حاجة بيسموها البيزيك نيز هي موجودة أصلا درع عند كل إنسان كل إنسان بيبحث عن الحب الحاجة للحب إنه يحب ويتحب فده الدفع والمحرك عند تجاه أو سلوك أي إنسان بيخليها استمر في علاقة هو شايف إن هي حتى أحيانا تكون علاقة غير صحية لإن هي بتلبي له احتياج موجود عنده وده اللي بيدفع الناس كتير إنه بالعقل عارف إن العلاقة ما تنفعش لكن هو مكمل فيها علشان لحظة المشاعر اللي بياخدها فبيكمل في العلاقة رغم إنه هو شايف مساوئها أو عيوبها أكتر بكتير أعرف إزاي إن أنا في علاقة سامة الهدف من العلاقات كله الراحة يعني أي علاقة أنا مش مرتاح فيها أو مش حاسس فيها بالأمان العلاقة دي أعتبرها علاقة غير صحية وتسمى العلاقة السامة فلازم يبحث وانا في العلاقة دي أنا مع الشخص ده حاسس بالراحة حاسس إن أنا بطبيعتي ولا حاسس إن أنا مقيد حاسس إن أنا مكتف ولا حاسس إن أنا طول الوقت تحت النقد وتحت التقليل مني وإن الشخص ده مش شايفني وطول الوقت بيستعملني عشان يحقق رغباته واحتياجاته أصل مثلا ساعات الستات بنتحك على نفسنا تقولك إيه أصل هو مالوش في الكلام الحلو والحاجات دي هي طبعا هو كان الأول بيقول كلام حلو بس هو بيكنحها اللي هو أنا ماليش في الكلام ده أنا لها بالفعل يعني أنا الفعل عندي هو اللي بيتكلم فتفضل يعيني هي تموت تبلع الكلام ده تبلع الكلام ده وتحاول تصدق لأنه هو ماشي مع اللي هي عايزاه يعني هي ماشي مع رغبتها إنها تحس إنها بتحب وبتتحب إنها ماشية في علاقة فهو بيكمل لها جزء حتى لو في خيالها مالوش علاقة بالواقع وأغلبهم جايين بيتكلموا عن كده يعني إحنا لما بنسأل إيه اللي العلاقة دي بتدهولك أنت مستمرة في العلاقة ليه هو في الغالب جاي علشان يتكلم عن مشاعره بتاعة الإحباط لكن على أرض الواقع بتلاقي الناس دي روما إنها بتشتكل لأنها مستمرة ومكملة في العلاقة لأنها بتحقق أقلوا احتياج اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو الحاجة للحب أنا كمان في يعني أنا هقولك كده علامات يعني من مشاكل مختلفة يعني مثلا فيه ست مرة بعثتلي قالتلي إيه أنا أنا في علاقة أرهاقتني يعني بس حتى أنا أول ما فتكرت مشكلتها خدت نفس عميق قالتلي أنا في علاقة يا إيمان أرهاقتني ليه قالتلي أنا مطالبة طول الوقت إن أنا بقى حلوة الصبح الدهر بالليل لازم يقب بالي من نفسي لو أنا نص نص كده لقيه بيقول لي كلمة سخيفة أنت مالك تخنتي كده ليه أنت مالك ما عملتش شعرك النهار ده ليه فبتقول لي بقيت طول الوقت بجري بروح أصرف هنا فلوس كتير قوي على اللون الشعر وعلى جسمي وروح الجم وأنا يا إيمان مش حبّة أعمل كل ده أنا حبّة بقى طبيعتي بس أنا طول الوقت حاسة أن أنا محطوطة على السخان لو أنا طول الوقت بجري عشان أعجبه فهل دي علامة من علامات بردونا؟ بالضبط هي دي علاقة علاقة فيها إيه إن الحب طبعا مبنى على إنه نقبل الشريك ده في كل حالاته هي هنا حاسة بالانطقات حاسة طول الوقت إنه لازم يكون في حاجة بتعملها علشان تنول منه الإعجاب أو الرضا اللي هو في الغالب هيبقى كون مش موجود وتفضل طول الوقت تدور على إنه هي زي ترضي لكن هو ما بيفكرش إزاي يرضيها فالعلاقة اللي مبنية على طرف واحد اللي هو ياخد ياخد وما يديش هتستمر على كده وهتكمل على كده حاسة إنها مضغوطة مش حاسة إنها مرتاحة يعني مش حاسة إنها قدام الشخص ده أقدر أكون بطبيعتي وعلى راحتي وده نوع من أنواع الضغط فالعلاقة برضو ما فيش فيها راحة ولازم إن إنسان في أي علاقة يكون حاسة إنه هو قادر مرتاحة يكون مرتاحة يعبر على الجواي طلعا مش عارب أيا ديني النمازج يعني أمثلة لأن على ما بقولها إيه أنت مش مرتاحة دي تحتيا بيتكتب حاجات كتير اوه دكتور اوه مش مرتاحة دي ممكن يبقى هو مستمح لها انها تحبر عن مشاعرها مش مستمح لها انها تقبل صحابها مستمح لها انها تختار اللي هي عايزها مستمح لها انها تتواصل اجتماعيا مع الناس انها تشتغل انها يكون عندها الزمة المالية بتاعتها يعني طول الوقت يعني فيه رجالة غير دلوقتي بيلبس مراته اللي هو عايزه اللي هو شايفه حلو من وجهة نظره هو لكن هو ما يعجبهاش اللبس ده او طريقة اللبس ده لكن اللي يقولك لأ ده زوقه طب وانا سكت ليه وتفضل كتمة في نفسها برضو فدي برضو علامة بتبامل خطوبة بالضبط يعني هو فرد السيطرة وطول الوقت في العلاقة بيحاول يفرض سيطرته عليها في كل حاجة في اختياراتها في كل حاجة لكن هو بيختار ستايل لبس او بيختار حاجة اما الاتنين مبسوطين بيها ده ما فيش مشكلة لكن طول الوقت يا كل ما تعمل حاجة هيجبها رفت صحة ولا غلط فطول الوقت واحدتها كده في حيرة ومخليها مش عارفة تكون سعيدة او مبسوطة باي حاجة بتاعنا طول الوقت هي بتفكر ازاي ترضي مش بتفكر ازاي تكون هي مبسوطة او ترضى عن نفسها اي مش بنشوف ستة بقعدة جنب خطبها حتى مش شرط جوزة لأيه وهي بتتكلم دوقتي انا بتتكلم معاك وتلأيه بص بصاله بعد انت رويشها معاك بصاله فيلي هو اي يعني هي مش عارفة اللي بتقوله ده صحي بتقوله ده غلط انا بتحك ولما بتضحك اللي هو انا تحكته قوي ايه ايه الي الحيرة واللهفة اللي يعيني بتبائة احدى منهارة من جواها بيكون الشخص ده عمده صعوبة في التعبير عن ذاته او عن مش عارفة تيراه يعني مش عارفة تفهم له حاجة اللي بيعجبك النهارده بكرة ومشاعرك مش واضحة ومش عارف تعبر عن نفسك زي ما بيقولوها كده مش عارفت يديني سكة أن أنا وصلك يعني دايما في العلاقات الإنسان بتسهل على بعض. أنا بقولك إيه اللي أنا بحبه وإيه اللي أنا بكرهه وإيه هي بتقوله وإيه اللي هي بتحبه وإيه اللي هي بتكرهه فيقوم إحنا الاتنين نعرف نوصل لبعض بشكل قريب ويكون سهل لكن هو عادة الشخص السام هو دايما بيبقى حواليه غموض يعني مثلا فيه ناس تجي تقولك إيه ده هو حتى عميل حاضر على السوشيال ميديا. آه. قافل علي قريني عليه ما يتصلش يغيب ويختفي بالفترات ولما اسأله كنت فين يطلع لبأي مبرر ولو عتبته أزعل من آه ده علامة كبيرة كنا مفهودة عايزين نتكلم فيها. آه. اللي هي حيطة السوشيال ميديا دي اللي دايما الرجل يقولها إيه التفاهة دي. أنت بتركزي في حاجات تفاهة قوي. هي ما بتبقاش تفاهة هو بيتفه هالك. بالضبط. يعني هو اللي بيديها صبغة التفاهة عشان أنت بتفضليش مسكة فيها. يعني يا بقى أنا مرتبطة بشخص وعمل لي إخفاء من على السوشيال ميديا. هو ده المهم إنه هو بيطول الوقت بيتفه منها أو بيقلل منها. بيقلل من اختياراتها من الحاجات اللي هي من قراءها من أدائها من شكلها من جسمها. زي ما حضرتك قلت من شوية. فطول الوقت هو مجغول بقصة إنه هو إيه يعطيها تحت سترس. آه. ده طبعا بيخلي العلاقة ما فيش فيها أي نوع من المشاعر الإيجابية. بعد شوية بقى بتبتدي تظهر لنا مشاكل نفسية كتير نتيجة العلاقة دي. لكن هل الشخص ده بينجح إنه هو في الآخر إنه ياخد قرار ويوصل بقى إنه يتحرر من المشاعر دي أو يتحرر من العلاقة دي ولا بيكمل فيها. لأ. ورغم إن فيها العلاقة فيها الألم إلا إن بتلاقي الشخص ده أحياني يبقى مكمل فيها سواء كان راجل أو كان ست. طب نفسيا بقى بما أنا حضاك دكتور نفسي. أي. يعني أنا نفسيا ده اسمه إيه إن أنا بقعد مع نفسي شوية خدت قرار خدت قرار إن أنا هبعد عن الشخص ده. أنا هطلب الطلاقة وأنفاصل خلاص أنا بش قادر عيش الحياة دي تاني وبعد شوية خلاص. أيوة. طب الأول حالة خدت القرار واتطلقت بالفعل بعد شوية بعد الطلاقة بحسنا ندمانة لأ سبيك قبل الطلاقة بقى. لأن إحنا بنفضل قبل الطلاقة أو الطلاقة ده أكشن. بالضبط كده. نحن بنفضل في مرحلة إيه؟ أنا عارفة إن العلاقة بالنسبة لي مش مرضية أو العلاقة سلبية أو العلاقة توكسك أو العلاقة ما فيش فيها أي مميز. خلاص أنا مش أدرة كم. بس أنا مكمية مش أدرة كم. ليه بأخد القرار وارجع فيه؟ مش أدرة كم. اللي بأخد هي بتقولها لي إمتى أو هو بيقولها لي إمتى؟ بيقولها لي هو بعيد. لكن أول ما بتعرض للشخص التاني بتلاقي المشاعر بتاعته بتشتغل وبيرجع تاني. صح. تمام؟ يعني إحنا دوالي سيبنا بعض دلوقتي مؤقتا بعيد عن بعض. بالضبط. فأنا بروح لحدي وقولها خلاص يا دكتور أنا هسيبه خلاص أنا خدت القرار إن أنا هسيبه. وهقعد أتكلم بقى عنه ده عمل فيه وسوى وكذا وكذا وقال منه وقال منه. عادي أتكلم عنه عن الشخص عن شخص تاني طب أنت هتتكلم عن نفسك إمتى؟ هتعمل إيه في العلاقة؟ تلاقي الشخص ما زال في مرحلة إن مشاعره مسيطرة عليه طول الوقت عامل إنكار لدوره في العلاقة. فطول الوقت هو مش شايف نفسه. هو شايف طول الوقت إن هو مفعول بيه أو ضحيه. اللي قدامي بتحكم بيه. هياخد القرار إمتى؟ أما يبتدي يتحرر من مشاعر اللي موجودة عنده. يعني فكرة إن أنا هبتدي الأول أفاهم إيه مميزات وعيوب العلاقة دي. يعني ما يجي حد يتكلم في حاجة زي كده. أنا بسأله سؤال. أكيد أنت مستفيد من العلاقة. مش مستفيد منها بحاجة. أول رب أكيد هتسمعه. خالص ولا يا دكتور أنا عملاله كل حاجة. أيهم مكملة في العلاقة اللي مخليك مستمرة فيها لحد الفترة دي. دوره على حاجة هتلاقي أكيد بتستفيد من العلاقة دي. إيه الرد تاب الرزود اللي بتلاقيها؟ ولا أي حاجة. ما فيش أي حاجة. ده أنا عملت كل حاجة. ده أنا قدت على أمل إنه هو يتصلح. على أمل اللي إحنا نتغير. أصلا أنا كان في نفسي أوي أطلع من حتة إن أنا مرتبطش. كان نفسي أوي حافظ على البيت اللي أنا بنيته. أصلا أنا كنتي بقول في وقت من الأوقات كذا. ففي الغالب بيلاقي الخطة اللي ماشية جوه دماغها أو جوه دماغه هي مبنية على احتياجات عنده. ليس لها علاقة بالواقع. يعني لسه بنوتا جاي بيقول لي أنا مش عارفها أعرف إزاي الشخص اللي قدامي ده جد ولا بيهزف. قلت له إنه يرتبط بي ولا هو زميل شغلي بس. أصلا. فاهم إزاي؟ هيتل أصلا هو بيتصل ويسأل عليا بيقول لي كان عامل لي خدمة كده وبعدين كل شوية يتصل يقول لي إيه الأخبار الدنيا ماشية كويس طب ده معناه إن هو هيتقدم لك أو ترتبط بيه. قلت لها نحسة كده. فعارفة فكرة أنا الحب من طرف واحد. هذا الشخص مخليني الحب مخليني معمي. مش شايف اللي قدامي. مش شايف عيوبه ومش شايف مميزاته ومش شايف أثر العلاقة غيرت فيها إزاي؟ أعيوة أنا بشوف بنات بتجيب لي جلطة. قتقول لي إيه ده بقاله إسبوع ما تصلش بيه. إسبوع ما تصلش بيكي. طب ما هو خلاص أنت مش في دماغه. تقول لي لا 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 أصل هو هو ليه طريقة كده. يعني لما كنا عامل حاجة مش عاجبه ولا حاجة لا إيه بيختفي كده. بس هو بيتابعني. بيتابع كل السوشيال ميديا عندي. بيتابعك إيه يا ماما؟ فبتبراره. قاله إسبوع ما كلمكيش ولا ولا وحشتي ولا حبي تطمن عليكي. أنا عندي بالنسبة لي الراجل ده اللي بيحب. لازم يعرف يا راحت فين ولبسة إيه وكلت إيه وقعدت مع مين. الراجل يعني غيرة. الاهتمام اللي موجود في العلاقة ما بين اللي اتنين يكون موجود باستمرار ومستمر وممكن يكون بيتأزايد. يعني أفضل أن هم اللي اتنين أول ما بيحسوا أنه فيه خلل حصل في العلاقة بيبتيد الطرفين يزاي يكسروا الفطور أو الخلل اللي موجود. لكن في العلاقات اللي زي كده هو بتلاقيه مستمتع. بتلاقي الطرف السامي مستمتع باللي بيحصل. مستمتع أن هي قاعدة هتموت أنه يتصل وتبعت فرسانه وانت فينه مختفي فين. فهو هو مبسوط قوي كده. ومتأكد أنه هو ماشي صح على حسب الخطة اللي عنده. الأجندة اللي عنده اللي هو حاططها لنفسه. أيوة حلوة قوي دكتور. هل الشخصية السامة المؤذية سواء ست أو راجل ليها أجندة. الشخصية التاكسيك دي. ليها كده كتالوج أجندة كده خاصة. هم ماشيين عليها. لأن معظم تصرفاتهم بتبقى شبه بعض. فإحنا هنعرف أسرار مفاتيح أجندة الشخصية التاكسيك. بعد الفاصل. هي بتتوقف على نوع الشخص اللي بيصدر منه العلاقة المؤذية دي. وبعد ذلك نحن هنبقى بصدر تخيارين. إحنا ممكن نتعامل معه. إما ان انت تقبل الشخص ده بعيبه بتعاملي معه. أو إما ان انت تقطع العلاقة معه نهاية. لو حسيت فيها استغلال أو كده. لا بوقف الموضوع ده خالص لاني صعب ان انت تستمر في علاقة وفعلا هتبقى مؤذية في حياتك. ليه أكمل طيب؟ كان ممكن الواحد يعيش في علاقة مؤذية وما يكونش يعني في دماغه وان هي دي بتحطم فيه ايه او بتأذيه باي صورة يعني. العلاقات المؤذية بتأثر بالسلب على المجتمع وعلى التأثير النفسي. والمجتمع بشكل عام يعني سواء كبير او صغير وكل الاعمار وكل المستويات. ما فيش حد بيحب ان هو يستمر في الغلط. أو ما فيش حد بيستمر قصة ان يحب يستمر ان هو يكون مأزي بسطور الوقت. لان الازة ازة اصعب. اه بيبقى ازة نفسية. تمام؟ وما فيش حد بتأذيه غير الشخص نفسه. جميع العلاقات المؤذية دائما بتنقطع بتدريجيا. مش نقول من اول مرة. ولكن من اه ممكن من التالت مرة من رابع مرة ان انت بتأذيه من الشخص ما في حاجة معينة بتبتدي تتعدم التعامل مع نهائيا. ما فيش حد بيرغب ان هو يستمر في علاقة زي كده. بس العلاقة دي بطبيعة الحال موجودة. دي سنة الحياة. ما فيش حد في الدنيا بتعامل مع احد الا ووجد بالفعل ان فيه علاقة موزية موجودة بالفعل. ولو الواحد هيقطع علاقته بكل الموزيين. يبه هيقطع علاقته بالناس كتير اولي. العلاقات الموزية بتخصي منك كتير يعني. بتدعبك نفسيا. بتأثر على كل حياتك. بتدعبك خالص. فضروري جدا انك تتخلص من العلاقات الموزية يعني. كبير ادم بتأثر عليه سلبيا في الصحة النفسية وجسدية حتى. لان هي لما بتكوني تعباني نفسيا ما بتقدريش اصلا بتوجه مع العالم الخارجة اصلا. تصرف تصرف غير لائق مثلا مع زوجة مع بيء مع اخت معها مع الكلام ده ده طبعا ممنوع ده خط احمر انت على. انما في حاجات تانية هتعمل مجرد هتعمل ايه في الشغل معك بابا ناس كدير جدا مش هتقطع الناس اللي معاك في الشغل كله مع علاقاته مدى الناس بس هتبقى حريصة في التعامل معه. انا باخد قرار ان انا ما استمرش في العلاقات زي على اساس ان هي بتبقى كلها استغلال في اي علاقة فيها استغلال او مبنية على مصلحة زي ما بتبقاش مستمرة ومش هتستمرة عمتان. خليك رحيم زي ما انت بتحاول تخلي الناس تبقى كويسة معك حس بالناس ما تبقاش مؤزية يعني ما تبقاش مؤزي ليهم انت تبقى مؤزي هتلاقي اللي بيئزيك للأسف يعني حاليا الناس لو بتتعامل بالاخلاق وبالاصول وبالوفاء وبالمبادئ بتاع الزمان عمرا ما فيها حد هيعمل اصلا علاقة او هيئزي فهو بيتمدى فانا خلاص كل شخصي فينا عم بتبقى فأكيد مش هستحمل بس اكتب من مرة يبقى في ساعتها هكرر ان انا اتقلت علاقة تبقى نهائية. لما ربنا بكرمك كده وبيرزقك برزق فبير رؤية الشخص اللي قدامك ليكي سواء في حسده ليكي او سواء في ان هو يبارك لك او او فبابين عليه قوي قوي الطبيعة بتاعته اذا كان انسان مؤزي او اذا كان انسان بيحبلك الخير بعد ما تتشفها وتزعر بانه اسهرة بيجت يعني تنعكز عليك وبتحاول انك تتخلص من العلاقة المؤزية دي طواله. ما استمرش في العلاقة المؤزية الا لو الشخص قرر الازى بالنسبالي اكتر من مرة فأكيد طبعا هتبقى مؤزية ليه ما حطى العلاقكم مش هتبقى نكهر ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه معاكم مع الشخصية التاكسك الشخصية المؤزية الشخصية اللي ممكن يدمر حياتي سنين عمري تروح وشبابي وكل حاجة وفي الاخر وكان حد قالك بتعملي كده قصة انت بصراحة حبيتي زيادة لا لا انت اللي واخدتي عليك لا انت السبب انت السبب في كل المشاكل بتحصلك دي عشان انت اللي كنت بتدي طول الوقت ومش مستنيه منه اي حاجة انت اللي دلعتي حبيتين زيادة انت انت السبب انت اللي بقفتي جنبه وديتي له فلوس انت اللي عملتي له المشروع انت اللي خلتيه ينزل ويهتم بجسمه وشكله ويروح الجمه فطبعا احلاوه عليكي انت السبب اللي خلتيه وصق في نفسه زيادة تحس الست بتتعاقب عشان حبت بجد من قلبها انت السبب انت السبب قبل ما نروح ليه انا ببقى السبب مفاتيح الشخصية التوكسك خلي بالاكم معاملين زي مصاصين الدماغ عارفين الافلام الاجنبية كلهم ليوم طريقة يعني يدخل الاول شيء للدماغ ويشيل الدراع فهم اليوم كده خطوات كده سبتة يعتبر نقدر نفهم ان ده شخصية توكسك ليه لان احنا عادة وانا برتبط بشخص لازم ابتدي قبل ما اكرر ان ده يكون شريك حياتي لازم افهم انا ليه خطرته لكن عادة احنا في العلاقات بالله اللي بيحصل حبيته ليه خطرته ده انا حبيته على طول ده ابنتي بتتدب على طول ده حبيته ما عرفش ليه بس حبيته هو حبك على ايه ما عرفش تب انتو خطرته بعض ليه قررت ليه اللي ده يبقى شريك حياتك لما بنسألهم لأ اصلا يعني لقيته كده فيه شبه من حده كنت عارفه اصله بصلي بصة اصله عارف يدخل ازاي اصله عارف يتعامل معايا له تكة كده معينة يعني ابن لازينة بيعرف يجبني منها على طول فتلقون بيتكلموا حاجات تحس ان هي متعلقة بالخالي العليه اه بإشارات عندهم او فيها حاجة محتاجة ان الدنيا الشخص شوية يبقى احتاج يكون مركز لان ده قرار هيتبن عليه مصير حياتك كلها وبعد شوية هيتلام هيتقال له انت وانت 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 وساعتها بيكون محبط اكتر وده بيخليه عرض للاصابة الاكتئاب والمضطربات النفسية اكتر انت عشرة انت السبب حتى ما عندهش القدرة ان يفرق عن مشاعر او يتكلم عن احتياجه عشان كده افضل طريقة لما بنجي نتعامل معهم لازم افهم الاول هو جاي ليه يعني انت جاي عشان تنفس تطلع شوية المشاعر والاحباط اللي عندك وبعد كم نكمل في العلاقة ولا انت جاي فعلا عشان قررت انك هتغير فعايزنا ساعدك في التغيير ولا انت جاي علشان عندك مشاكل مع الناس اللي حولك في حياتك فانت جاي بس ان ناخد من الصبور اللي انا عايزه معظم البنات بيجوا ليه يعني بيجوا يروحوا يتعالجوا نفسيا او عايزين ياخدوا قرار لان هي بتبقى اتهانت اه معظم البنات والستات اللي بتروح تاخد قرار ان انا لازم اخرج من العلاقة دي هي مابتاخدوش في بداية العلاقة او في بداية الازى احنا بناخد القرار ده اغير بعد ما تدسعى لوشنا بعد ما بتبقى اتهانت واتكسرت بدل المرة اه واكتر منهم وكل الناس بتبتفرج عليها وبتحس ان هي ضحية فعيون الناس انت زي بتعملي في نفسك كده فبتبقى بتاخد القرار بصعوبة خلبيك يا دكتور مش بمزاجه لا والقرار مستهل وساعات كتير بنشوف ان هما واخدين القرار علشان يعني تبروز او تصور المعاناة بتاعتها تخرجها البرة فاحيانا هو يعني انا حتى جيت علشان يعرف قد ايه انا اتضررت من العلاقة وبقيت بروح لدكتور نفسي او بروح لمعالج نفسي برده عشان تطلع ضحية من موقفها او يرأيه برضو ضحية عشان تصعب عليه فاحتياجها واصرارها على ان العلاقة تنجح لان هي بازلت مجود كبير جدا في انها تنجح العلاقة او هو ممكن يكون بسر وفي الاخر فشل لان في الاول والاخر احنا ماشيين ورا مشاعر هو اسوأ ما في العلاقات دي انها بتكون مبنية على مشاعر وعلى احتياجات مش مبنية على العقل او الواقع مش مرتبطة مش ما فيش مقاييس معينة باختار بها الشريك او الشخص اللي انا هرتبط معاه علما بين الحياة بتمر بمشاكل او بتحديات كتير جدا بتبقى محتاجة ان الناس تشغل عقلها وان نتأكد ان في حب وفي علاقة قوية جدا تسمح ان احنا نعدي بالازمات اللي بمر بها في حياتنا طيب خلينا نقول كده نقط اعرف ازاي بها الشخصية اللي انا بتعامل بها او الشخصية اللي انا بحبها او الرجل انا بحبه ده شخص مؤذي وما بيحبنيش بالعكس ده بيستغليني رقم واحد طول الوقت بيضغطني ضغطني بيستنفذني طول الوقت بسمحليش ان انا عبر عن ارائي او احتياجاتي او مشاعر ممنوع اقول انت ليه اضفت فلانة وليه عملت لها لايك وليه كلمتها فاللي هو فيه رعب اللي هو انت بتكلمنيش في الحتة دي وخليك واسكة في نفسك هو اللي بيحدد هو اللي بيدير العلاقة طول الوقت فيه نوع من النقط بياخد مني فلوس لو انا ست غنيت ممكن احيانا ممكن ده يتشاف احيانا فده برضو شخصية مؤذية انها تصرف عليه تدفعت في اي حاجة في خروجات في اي حاجة في فصحة لا انت اللي بتديري وانت اللي بتصرفي واذا كان عجب تكمل على كده وبعدين يرجع لها ما انت اللي كنت مبسوطة انت اللي كنت عايزة تسافري اه بالضبط وعني انت بيدفع عدفع ليه وفي حاجة بينا فيش حاجة بينا فده احيانا تشاف يعني حتى في العلاقات اللي هي برا الجواز يبقى هو ماشي معها مجرد بس ان هو بيستفيد من العلاقة فهي لو حاسة ان العلاقة ماشي في اتجاه واحد من الاول لازم الانسان يبقى له قرار او له وقفة في العلاقة ولو جات هي طلبته ان هو يبقى راجل قد المسئولية لا او كمان بيطلعها مادية بالضبط يعني فجأة اللي هو ايه اش انت عايز ترتبط بيه طب خلاص روح اتقدم وهاد بيت وكده فالي هو ايه ده انت بتفكري في الفلوس كم بنت قالتلي الكلمة دي وقالتليها مادية عشان انت ست وهو راجل تقول لي اه يعني انت ليه بتفكري في البيت والشابكة يعني ايه مال هي اتفكر في ايه لا واحيانا اقول لي انا مش جاهز للارتباط او هي العلاقة بيننا كده اعايز اتكمل على كده كميلي مش عايز اتكمل وبرضو ما يصرفش عليها وما يصرفش عليها وممكن مش عاوز يرتبط يعني احيانا نكملت بشوف حلocused ان هي البنت مكملة في العلاقة والعلاقة انت مش عارفين هي ماشي لحد فين او لا ليها م Loud mıs and طب إيه الهدف من العلاقة يعني دايما سؤال برضو قالت لي ما تعرفت على الشخص ده كان هدفك أيه من العلاقة.. زميل في الشغل لأ Germansتعرفنا على بعض في النادي تعرفت طب إيه الهدف من العلاقة خطوة الجاية ايه 做ت طب انت يلي nieuws coping órوبارر العلاقة دي ازاي او هو تح concentrate دي ازاي لا احنا مكملين لحد ما نشوف الدنيا ترسى علي ايه ايه يا دكتور لان الرجالة ساعات بتشوش تفكير البنت يعني يجوا لا ايه احنا مع بعض بقى كده لازم افهمك وتفهميني وناخد وقتنا اه ما نستعجلش عشان الارتباط ده مسهل وقرارت صعب اه الارتباط قرار مش سهل بس اللي هو بيعمل لها عارف انت ايه تنويم مغناطيسي اللي هو احنا مع بعض وكويسين وما تتكلميش في الارتباط لانا كنت مرتبط بواحدة اول ما قيت الارتباط ق اقفلت منها ايوه هنا هو عمل ايه بقى اه ها خراصها يعني خراص وش هتقدر تكلمي في اي حاجة هسيبك وامش ايوه دي شخصية تقسك ابتدى بالظبط كده ابتدى يبتزها في مشاعرها ان انت لو اتكلمت عن اي حاجة او اي رأي يقولتي خلاص العلاقة اللي بيني وبينك هتنتي لأ انت لازم تسمح للطرف اللي قدامك انه يعبر عن مشاعره ده هو العكس بقى كمان انه هو احيانا ما بقاش عاوز يدي العلاقة شكل عاوز يسيب العلاقة كده ابوهمية كده بالظبط كده يعني لما اننا مرتبطين مش مرتبطين ولم هنتجوز يعني كده حاجة كده انت بقاش فاهم اه بالظبط فاللي قدامي حتى ما بقاش عارف يعني حرر مشاعره او يتكلم او يطلعها او يتعامل معه فدي نقطة لازم يعني الانسان يبقى واخد باله منها خاصة اللي هي بتتعامل مع علاقة هي ملهاش جدول زمن زي ما حضرتك قلت ايو انا بتعامل مع بعض كده نعرف بعد بقى انا خمس سنين طب وبعدين رحنا على فين لا انا كل ما حاول اقرب من اي حاجة بيتقمس وبياخده وبيغرب وما فيش اي حاجة حسن اهم اهم صفة في الشخصية المؤذية انا احساسي كده وحضرتك بتتكلم الغموض اي اللي انا مش فاهمة اي بحبيني بيحبنيش بيهتم بيه شوية قوي وبعدين كي يرجع ما يهتمش خالص على ايه ظاهر وموجود ويلا واشوفك وحشتيني ويخلي نفسيتها في سابع سما وفجأة اول من اتكلم كلمتين لا لا يختفي له كده تارة اربعة ايام تليفونه طول الوقت متحول بيدي مقفول وبعد كي يدي جرز اصلي ما عافش مين كان جنبي فيه غمود انتي قاعدة بتسألي نفسك كل شوية سبع تلاف سؤال هيجننك وانتي قاعدة بالظبط فطول الوقت الالاقة هي عاملالها هدك وضغطاها ونخليها طول الوقت في حالة نفسية عامل زي الشخص اللي عنده وسواس ونشغل بالعلاقة ليل ونهار صح فبدل العلاقة ما كان فيها راحة وسعادة راحة وسعادة مفيش طول ما انا عندي اجزاء في حياتي متوقفة بقيت خلاص العلاقة دي معطلاني عن شغلي معطلاني عن ان انا تعلم مع صلوة مع صحابة ما بنامشي ما بكلش انا مش عارف فراسي من رجلي فاحيانا بيلاقي الشخص ده جاي بأعراج جسدية او بأعراج نفسية نتيجة العلاقة اللي هو موجود فيها فلو العلاقة دي مش بتحقق نمط من الراحة والسعادة يعني انت زي ما بيقولوا كده الجواز سكنوا مودة ما لقيتش فيه المودة ولا لقيت فيه التودد يبقى الشخص اللي قدامي مش بتودد لي او مش بيحاول يكون قريب مني لازم احط للعلاقة دي كدوى الزمن خلاص يا ايمان احنا في علاقة مؤزية وزي ما انت قلت كده وكل الحاجات اللي انت بتوصفيها دلوقتي انا عايشها اديني حل يا ايمان دلوقتي مع الدكتور ازاي اخد القرار وازاي اقدر على نفسي ان انا امشي من العلاقة المؤزية هي دايما هنتحرك بس هي دايما المشكلة ما بتبقاش في القرار المشكلة ان انا ام تنفذ القرار اللي انا اخدته وده الشخص مش هيقدر يوصله الا زا كان وصل لحالة من التعافي او التشافي يعني بازل مجهود مع نفسه ان هو يعرف ازاي يسيطر على مشاعره عشان يسمح ان تفكيره هو اللي يديره ويدير السلوك بتاعه لكن طول ما هو في فترة الانهيار وقاعد محزين او قلقان او مكتاب او عنده الخوف من فقد العلاقة او مشاعره لسه فيها احباط الشخص بقى في حالة ما يقدرش ينفذ القرار اللي هو اخدر ما هو تعب في العلاقة وتعب جبار اكتر وانا بسيب العلاقة دي وبامشي لازم اللي هيخلينا سيب العلاقة وامشي ان كل ما مشاعر يتحاول تغلبني افكر نفسي بسلبيات العلاقة يبقى رقم واحد احط دايما كل الوحش اللي انا شفته مع الشخص ده قدام عيني كل الوحش رقم واحد ما افتكرش الحل وافتكر الوحش افتح بقى فايل في حتة تانية ابتدى اتحرك في حاجة جزء تاني من حياتي بمعنى ان انا ما سيبش النفسي وقت فراغ ابتدى طول الوقت طول ما انا اقعد دماغي قاعدة ترميل الزكريات للا انه ايه اللي بيحصل في العلاقة دي وهم امشيين مع بعض في ارتباطات وعادات احنا هندي تابس سريع يبقى تاني حاجة تاني حاجة ان انا هاخد هاملة فراغي هاملة فراغ اللي في حياتي ابتدى املا بأي حاجة اروح اقدم ماجستيرا اروح اكمل تعليمي اروح انزل العبرياضة اتعلم حاجة املى الفراغ املى الفراغ بالتعالي تاني حاجة بقى ان انا هبتدى ادور على حاجات تدخل معي السعادة يبقى عندي حاجات بتبسطني غير العلاقات لحد ما ابتدى ادخل في علاقة جديدة او اكون علاقة في نفسي تاني حاجة اروح لمصادر يكون فيها اتعلم او حاجات بتزود الثقة في النفس علشان ما اطلعش من العلاقة دي وانا احس ان انا خدت فوق دماغي احس ان انا منهار تاني حاجة اقبل الخطأ يعني ابقى فاهم ان العلاقة دي في وقت ما كانت بتديني شعور ما كنت مبسوطة في العلاقة دي لكن جي القرار ان انا لازم اقول اوقف العلاقة دي وانهيها يعني ابقى طول الوقت بفكر في السلبيات والاجابيات بتاعة العلاقة وبكتبها طول الوقت بكتبها وبحطها قدامي مش بقولها بس النفسي مهم ان احنا نكتبها دكتور بشكرك جدا على وجودك النهاردة وقد ايه كلامك مفيد وقيم ويا رب كل البنات تستفيد منه كلامي بقى لكل البنات حبيبي اصحابي وولادنا وكل اللي بشوف مقهورين في علاقات صعبة سامة وتوكسك ما تعوديش تقولي لنفسك عشان عارفة ان دايما دي الخلاصة بتبقى انا السبب انا ما بعرفش اختار كويس انا اللي معرفش ايه انا اللي حبيت زيادة انا 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 بتعودي تجليدي نفسك لغاية ما بتكراهي نفسك وبتكراهي العيشة اللي انت عايشاها لأ تعالي نجرب نعمل حاجة جديدة قولي ايه اه انا حبيته وهو كمان كان بيحبني في الاول لانه اكيد كان بيحبك في الاول وبعد كي تقولي ايه بس هو اتغير بس خلاص انا مش قابلة التغيير ده يعني بصتيها على نفسك اللي هو ما كانش بتحك علي لانه كان في الاول ما بتحكش عليك يمكن بعد كده الحياة اختلفت يعني مش هدخل في التفاصيل لكن بصتيها على نفسك قولي اه انا كنت معتاقى زيادة خلاص المرة الجاية ان شاء الله في الارتباط الجديد انا مش هبقى معتاقى قوي كده يعني اكتبي غلطاتك اللي انت عملتيها في العلاقة اللي فاتت عشان ما تكرريهاش لكن ما تعدش تضربي نفسك بالإقلام 14 ساعة لانت مش هتخرجي كده كده هتنهاري نفسيا وعصبيا هتضطري تتعالجي نفسيا وبرضو هتبقي في حالة طول وقت من الكآبة فشوف الحاجات الغلط ايه وشوف الحاجات الصح اللي كانت مخلياكي سعيدة يعني لازم ارتبط بواحد يبدلني يدلعني يجيب لي هدايا يبقى قدل مستوية يبقى شبهي من نفس مستوية الاجتماعية عشان ما حسش بفرق حاجات كتير او يا بنات ما بقاش بس الحب وخلاص انا حبيت قلبي دق واجري بقى وراه طب ما ممكن اجري وقع في الحفرة فيعني العلاقات المؤذية بتبان علامتها من البداية العلاقات المؤذية ليها علامات بتبان من البداية قلت الاهتمام والغمود وكل اللي احنا حكينا فيه ده كله فارجوكي خليكي عقلة شغالي ده شوية شغالي ده شوية مع القلب يعني اه بحب بس اخب بالي حركاته دفع الشيك لا عمل فيها من بنها خلينا ندفع اه جاي لابس حلو في القاعدة لا مش قدي كده اه ده معرفش ايه فيه حاجات علامات كتير بتبقى بين قصدنا بس احنا اللي بنصمم ان احنا مش شايفين لا احنا نفتح عينينا قبل ما قلبنا يدق القلب والعقل مع بعض بتبقى حياة قمر بس كده اشوفكم الحلقة الجاي على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة